تعد المدن الجديدة إحدى أزرع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة وتستهدف توفير حياة لائقة وكريمة للمواطن المصري تتميز محافظة بنسويف بامتلاك مدينة بنسويف الجديدة بشرق النيل والتي تتوسط عددا من المحافظات ومن المقرر أن تستوعب 600 ألف نسمة المدن الجديدة إحدى أزرع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة والتي تستهدف إعادة التوازن للمشهد الديموغرافي وتوفير حياة لائقة وكريمة للمواطن المصري وتتميز محافظة بنسويف بوجود مدينة بنسويف الجديدة بشرق النيل والتي تتوسط عددا من المحافظات وهي القاهرة والمينيا والبحر الأحمر والفيوم لقربها من تلك المحافظات ومن المقرر أن تستوعب 600 ألف نسمة المدينة بنسويف الجديدة من المدن العمرانية الوعيدة التي تتميز بتوافر قطع الأراضي فيها وقربها من المدينة الأم وسهولة الوصول إليها من جميع محافظات مصر هي تقريبا تعتبر بداية الصعيد وتديها ميزة في جذب رؤوس الأموال والاستثمار عندنا هنا في المدينة وتضم المدينة الجديدة العديدة من المؤسسات والهيئة الحكومية المتميزة مثل جامعة النهضة الخاصة والجامعة العمالية والجامعة التكنولوجية وجامعة بنسويف الأهلية بمجمع الثلاثمائة فدان والتعليم الصناعي والعديد من المصانع والشركات والوحدات السكنية ووحدة مرور بنسويف ومستشفى بنسويف العسكري وعدد من البنوك والمدرسة اليابانية ومدرسة المتفوقين المدينة فيها يعتبر تنوع في كل حاجة لو نتكلم مثلا على الأحياء عندي أحياء سكنية وأحياء صناعية ومناطق خدمات تعليمية وطرفهية وثقافية طبعا المدينة مكتملة المرافق فيها الميا والكهرباء والغاز والتليفونات طبعا فيه فئات مختلفة من المجتمع يقدر استفادوا بالمدينة نتطور وفتتح لخدمة أهالي بنسويف الجديدة شرق النيل ويقدم خدمات عبارة عن إصدار بطاقة بدل تالف إصدار بطاقة تموينية بدل فائد إصدار بطاقات فصل اجتماعي إضافة موليد بالنسبة للمعاهم تكافل وقرامة لأسر الشهداء للمعاهم كرت خدمات كما تضم مدينة بنسويف الجديدة محطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة 104 ألاف متر مكعب في اليوم ومحطة معالجة الصرف الصحي الثنائية ومحطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف متر مكعب في اليوم إلى جانب محطة محاولات الكهرباء بطاقة 80 ميجا فولت أمبير الخط ده بيخدم الحي السابع حوالي 1800 قطعة وبالإضافة برضو الحي الثامن وإن شاء الله ممكن بكرة أو بعد إن شاء الله نكون خلاصنا من رابط هنا ويبقى كده خلاص بالخط الماء كل جاهز إن شاء الله ويبلغ حجم الاستثمارات داخل المدينة ما يقرب من ثلاثة وتسعة من عشر مليار جنيه مقسمة على قطع الإسكان والخدمات والمرافق والزراعة وتتميز المدينة بامتلاكها لأحدث الطرق والمواصفات الهندسية والمساحات الخضراء وفيما يتعلق بشبكة الطرق والمحاور تم إنشاء محور المستشار عدل منصور للربط بين شرق المدينة وغربها وخدمة المناطق الصناعية بالشرق وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر مواني البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة وهناك وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ببني السويف الجديدة والتي تتضمن مائتين وإحدى وعشرين عمارة بإجمالية نحو خمسة ألاف وثلاثمائة وأربع وحدات سكانية وتتكون الوحدة من ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى تسعين متراً مربعاً بتشطيب كامل وتم تخصيصها وتسليمها للمواطنين ما شاء الله الخدمات الجميلة جداً نضافها تمام كل حاجة هنا متوفرة حاجات هناك كويسة جداً ونشكر سيادة الرئيس موفرة لكل حاجة بالمرافق توجه حكيم من القيادة السياسية في ملف إنشاء المدن الجديدة كوسيلة لاستيعاب الزيادة السكانية وإحداث تنمية شاملة في كافة أرجاء الجمهورية والتوسع في بناء ظهير عمراني وخدمي وتجاري وسياحي جديد ترجمة نانسي قنقر